بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب بريب تو مع حصة جديدة من حصص مستر ساينز مع مستر شريف الهواري اه الناس اللي لسه بتشوفنا الاول مرة تعمل سبسكرايب للقناة وطبعا تعملوا فولو لصفحة مستر ساينز وجروب مستر ساينز على الفيسبوك علشان تعرفوا كل مواعيد الحصص واخبار بتاعتنا هل نزلت اختبار ولا لا يعني طبعا تعرفين يا ولاد اللي احنا عندنا في مفصول بتاعنا اللي احنا بنحط فيه اسئلة دايما وامتحانات على كل فيديو احنا بنشوفه انت بتكتب لي تم تحت الفيديو في التعليقات او بتقول لي يا مستر اللي انت شفت الفيديو كويس عرفني يعني اللي انت تابعت الفيديو بعد كده تروح للكلاس بتاعنا تحل طبعا الكويس اللي موجود على الفيديو ده. اه طب يا مستر انا مش في الكلاس اعمل ايه والكلاس اتملأ ومش عارف ادخل بالكود. اه طبعا يا ولاد انت ممكن اللينك بتاع الاختبار موجود هنا تحت الفيديو برضو. وموجود في العنوان المثبت في الفيديو. تقدر اللي انت اه تحل الكويس بتاعك وتت طبعا بتوصل لك النتيجة بتاعتك على طول بمجرد متخلص الامتحان. اه ده بالنسبة للنزام بتاعنا طبعا كل اللينكات موجودة تحت الفيديو ده تقدر ان انت تتابعها وتعرف ازاي طبعا اه تشترك طبعا في قناة مستر ساينس وتعرف كل الاخبار. بعد ما خلصنا آآ 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 خلصنا اتكلمنا عن وعرفنا 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 اه عن وعتبر من، ان Ninja وعرفنا ابا ناهرة الغ Zeroلات بركن رائعة ساعدة يوجد محت Ris��ات. وازاي تعرف مكان الب Wars Family میں. ان شاء الله لنا انتت الكلم عن آآ آآ الدرس التاني عندنا في المنهج اللي هو يعني يا مستر يعني يا ولاد اتكلم هنا عن تدرج هواصل عناصر في يعني يا ولاد هنتدى نتكلم عن مثلا هنتكلم عن حاجة اسمها هنعرفها ان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن صفة المتاليك والنمتاليك يا طرى بيحصل لها ايه في طيب نمشي مع بعض خطوة خطوة ونحاول نفهم كل جزئية يا ولاد اه المناج بتاعنا ان شاء الله سهل لمفوش اي مشاكل خالص بس اهم حاجة اسمع الفيديو للاخر اه الفيديو كله المدته بتكون ما بتزدش عن نص ساعة حاول تسمعها كويس للاخر اه وسمع تاني مرة غير سماع اول مرة بتثبت عندك المعلومة طبعا اه فلو اتكلمنا اول حاجة يا ولاد عن اه اول من بتاعت اللي هي اول حاجة نتكلم عنها الاتوميك سايز طب يعني يا مسرطان ان يعني انت عشان تعرف الاتوميك سايز اللي هو الحجم بتاع الاتوم لازم تكون عارف بتاعها صح ولا? يعني بصوا كده في الصورة دي يا ولاد ادي مسلا اه طبعا الهايدروجين مولكيو اللي هو بتكون من كم اتوم هتقولي المصة بتكون من توهايدروجين اتوم بالزبط عشان يعرفوا بقى بتاع الحجم بتاعها قالوا طبعا اللي احنا لازل نبعارفين الاول الاتوميك راديوس اللي هي المسافة دي تمام كده? ان هو الاتوميك راديوس وفهايدروجين اللي هو مشاور عليها بالسهم اللي انتم شايفينه داي ولاد. يبقى معنى كده يا مستر اللي احنا طبعا اه عشان نحو نعرف الاتوميك سايز لازم نبعارفين مين? طب يا مستر هو الاتوميك راديوس ده لما يجي يتقاس هيتقاس ازاي يعني بالصانتي? اقول لأ طبعا الصانتي ايه ده الصانتي ده يعتبر كبير جدا على على الاتوميك راديوس. يا مستر الصانتي طب ميني? برضو يعتبر كبير جدا على الاتوميك راديوس ده الاتوم دي اساسها ما بتشافش بالعين يا ولاد عشان كده طبعا الاتوميك راديوس يز بيكو ميتر ايه البيكو ميتر ده يا مستر? البيكوميتر ده يا ولاد يونت من بتاعت الانت بتاعت الطول طب بتساوي ايه? ايه مليون مليون يا مستر? هو المليون يعني سكس زيروس صح؟ ست صفار يعني اتناشر صفري معنى كده ايه؟ ان الوان بيكوميتر البيكوميتر الصغير اللي احنا مش بنشوفه بعينينا ده يعني تعفين المتر فيه ميت سنتي والسنتي فيه عشرة ميلي يعني المتر فيه ألف ميلي لا بقى ده البيكوميتر يعتبر يا ولاد جزء من مليون مليون جزء من المتر يعني لو مسكت متر خجب وقسمته مليون قطعة والمليون قطعة دول قسمتهم مليون قطعة تانية خلي بالك من الكلمة مليون قطعة تانية القطعة الصغيرة اللي انت مش هتعرف تمسكها بأيديك دي ايه البيكوميتر في الطول متخيلين معايا؟ عشان كده قالوا يقالوا ان الوان بيكوميتر اكوال تين باور نيجيتف تولف اوف ميتر يعني ممكن تجي لك دي في كومبيليت في الامتحان او العكس يا ولاد يعني ممكن ما اقولك ان الوان ميتر المتر يعني في تين باور تولف بيكوميتر تانية مصر كده المتر في تين باور تولف بيكوميتر يعني المتر ده بتقسمه مليون مليون جزء من ايه؟ الجزء باور الصغير ده اسمه بيكوميتر فيهمنا يا ولاد؟ ايه ما لو بدعلك بالوان بيكوميتر هتقوله تين باور نيجيتف تولف من الميتر طب لو بدعلك بالميتر الكبيرة هتبقى اكوال تين باور تولف بيكوميتر يعني في تين باور تولف بيكوميتر طيب احنا كده عرفنا في البيتج اللي قدامنا دي عرفنا للاتوميك سايز طبعا اللي احنا عشان نعرف طب يا مصر طب البيكوميتر ده كان لازم نعرفه بيساوي قد ايه يا ولاد من الميتر طيب تعالوا بقى نشوف تدرج طبعا الاتوميك سايز بيحصل له ايه يا ولاد في البيريوديك تيبل يعني ايه بيحصل له ايه مصر تعالوا نشوف هنبدأ نتكلم لو عايزين نفتكر مع بعض كده ايه شكل البيريوديك تيبل احنا عارفين البيريوديك تيبل بيتكون من فاكرين ما كلنا نقول يا ولاد سيفن باريودز سيفن هوريزونتل باريودز اند ايتين تبعا كده طب تعالوا بقى نتكلم عن الاتوميك سايز ان باريودز اللي هي الصفوف اللي بالعرض يا ولاد اللي قمت السبعة طبعا اللي ما تبقاش يراجع اه الحصة الاولى والتانية عشان يفتكر الكلام ده او عشان يفهم الكلام ده كويس جدا الدرس التاني برضو معتمد على شغل الدرس الاول فياريت نتابع الدرس الاول هتلاقي طبعا اللينك بتاع فوق زهير لكم دلوقتي فياريت نتابع يا ولاد طيب من المدقى في البيريوديز سبعا يعني يا مستر يعني كل يا ولاد ما تتحرك مش احنا عارفين ان في البيريودي الاتوميك نومبر انكريز ون في البيريودي اللي هي ماشى بالعرض كده يعني مثلا هنا الليسيوم ثري هنا البريليوم فور البورون فايف الكاربون سيكس وهكذا صح؟ هو بيقولك كده ان كل ما تتحرك من الليفت من الليفت للرايت يا مستر اللي يحصل يعني لو الاتوميك سايز ديكريز يعني لو الاتوم دي عندي بتاعها كده يبلو وراها كده يبلو وراها كده وهكذا يا ولاد يعني ايه تاني يبلو طب ليه يا مستر ده سؤال مهم يقولك في الامتحان ليه في البيريودي الاتوميك سايز بيقيل لما الاتوميك نمبر يزيد طبعا يعني احنا عارفين نجملكك بس كده صفحة فاطئة نتكلم فيها احنا عارفين يا ولاد ان اهو بيقولك الاتوميك سايز بيحصل له ايه بيقيل اهو تمام يا مستر فرم ليفت تو ايه تو رايت ليه از اتوميك نمبر يعني لما الاتوميك نمبر يزيد طب الاتوميك نمبر اللي هو يبقى كده معي الاتوميك نمبر يعني مثلا الاتوم دي دي مثلا البي اي فور البي فايف السي سيكس وهكذا كل مرة النمبر بتاع البروتون مرة سري مرة فور صح فايل لي يحصل البوزيك سارجي تي يا ولاد بتعمل اتراكشن اللي موجودة في يعني هنا توان فتقوله تعالى تعالى انت انت نيجت في اليترون وانا بوزيك سري ده انا هشدك وقربك مني طب بس ان البريليم البريليم اللي هو بدت انا بوزيك فور ده انتو يلا برا انتو يلا تنين اليترون اللي برا النيجتي في ده انا هشدكو اكتر بسيز دي صغر اكتر طب البوروم بيقولك ايه طب ما انا عندي الالكترونز اللي برا دول هشدهم اكتر واكتر عشان كده كل مرة عمال ايه يا ولاد اعمال ايه اصغر يا رب نكون في ايمنه يبقى نرجع التاني كده للشرح بتاعنا يبقى اللي يحصل الاتوميك سايز في البيريود هتقوله طبعا كل ما نتحرك من الاتوميك سايز ديكريز يعني الاتوميك سايز بيصغر تمام بمجرد ان الاتوميك نمبر عمال ايه يا ولاد يزيد ليه بقى لو سألني جيف ريزون هتقوله بكوز اللي انا رسمتها لكم من شوية قوة التجاثب بينهم هتزيد يا ولاد فتشدهم ليها كل ما بتزيد طب الجراف يا مستر في الامتحان لو جالي يجيلي ازاي كده واضح ان لما الاتوميك سايز يقل الاتوميك نمبر بيزيد او العكس يعني كل ما الاتوميك نمبر يزيد معنى كده ان الاتوميك سايز بيقل يبقى اللي بينهم ايه يا ولاد هتقول لي يا مستر انفيرس لي طبعا دانا كل ما يزيد الاتوميك نمبر صح؟ كل ما السايز يقل يبقى لو جالك في الامتحان اتوميك سايز اللي هي اي اس اختصارها دي والاتوميك نمبر هتختار الشكل اللي خط المايل ده يا ولاد كده ده معنى انه هو يعني عكسي طيب مستر ده بالنسبة للباريودز اللي هو بالعرض الروز اللي هي الصفوف اللي بالعرض اللي هو مالالي بيحصل في الاتوميك نمبر ايه يا مستر ده المراتي بقى واضح ان هم متصلحين الاتوميك سايز والاتوميك نمبر متصلحين في الاتوميك نمبر اه ليه لان لما الاتوميك نمبر يزيد في الجروب برضو الاتوميك سايز بتاع الاتوم بيزيد ده يا مستر واضح كده ان ما بينهم المراتي بتكون ايه بقى دايريكتلي كلمة دايريكتلي يعني يعني طردية ولا دي يعني طردية يعني زي ما انت هتزيد انا هزيد برضو بس الكلام ده فين انجروبس هنشوف دلاتي البردي كتابول مع بعض ونشوفها كويس جدا وتبورها جدا كمان طب تعالوا نشوف ليه لان انت كل ما تتحرك في الجروب فرم اب تو داوين النمبر اف انريجي ليفلس بيحصلوا يا ولاد بيزيد فطبعا الاتوميك سايز هو كمان ماله بيزيد دا تعالوا نشوفها هنا كده بصوا كده ادي امباريودز في امباريودز هو اللي هي السفوف دي يا ولاد اللي بالعرض بصوا كده الاتوميك سايز بيحصل له ايه بصوا حجم بتاع السايز بتاع الاتوم بيقل اهو يا مصر كله فرم ليفت تو رايت كله بيقل ليه بكوز زا نمبر اف بوز في تشارج ماله انكريس سوء اتراكت زا الاوتر موست انرجي ليفل عشان كده بتسحب وبتجزب الالكترونات اللي موجودة فين في الاوتر موست ايه انرجي ليفل في اخر ليفل طب في الجروبس يا مستر الجروبس طبعا احنا نتكلم عن الجروبس بقى نتكلم فرم اب تو ايه تو داوين اللي بيحصل ايه مستر دافعان الاتوميك سايز عمالي يزيد اهو في كل جروبس كله بيزيد ليه بكوز زا نمبر اف انرجي ليفل زي انكريس ازاي مستر تعالوا نتأكد كده الليسيوم دا سري يا ولاد يعني تو وان قد السايز بتاعه السوديوم الاليفن يعني تو ايت وان بصوا السايز اكبر ازاي البوتاسيوم دا ناينتين بصوا الاتوميك نمبر بيزيد او بصوا ايت ايت وان انت كل مرة بتزود يا مستر ومش عايز الاتوميك سايز يزيد لازم يزيد طبعا اهو فيهمنا ولا لا يا ولاد يبقى لو جالك تاني اللي بيحصل الاتوميك سايز هتقول له كده بيزيد بصوا الاتوميك نمبر اوكي يعني بينهم بتكون ما لها دايوريكتلي الجراف دا طب ليه لان كل مرة بيزيد ليفل جديد عشان كده بيحصل له يا ولاد بيزيد يا رب نكون فهمناها لو مش فهم اعرف لدي ايه اللي انت ما مفهمتاش وانا اقول لك تاني ما فيش مشكلة خالصة وصلنا لكده بقى يا ولاد يا ولاد لقاعدة عامة ايه القاعدة العامة بتقول ايه؟ في البرجود اكتبه لكله استاذي ما يقول لك خلاص بقى يا جماعة ده انا ده انا مكاني تحت في الجروب وانا اعرف ان كل المنزل اللي تحت الاتوميك سايز بيحصل له ايه؟ بيزيد وكمان مش تحت بس ده انا كمان في وانتو عارفين ان في الاتوميك سايز ايه كبير بس بس كده البرجود اكتبه لكله بقى كده ايه يعني يحترمني خالص ده انا عندي لارجست اتوميك سايز يبقى لو جالك في الامتحان يقول لك مين الامت اللي عنده اكبر اتوميك سايز هتقول له السيزيان تشدين فلورين تعلم دور عليه كده؟ هتقول لي يا مستر الفلورين انا لازم ادور على يكون في الرايت سايت ومش تحت يكون فوق بالزبطة هو ده مصر عاملين زي مع بعض يا ولد؟ عاملين زي المؤسس كده صحة مع بعضه يبقى فعلا يا مستر يبقى هذا الفلورين في المنتحان في الامتحان يخدم لكم انها طيب السؤال لي ناقلتم هم همه ياولاد انها كده فى البرجولة بقى الجروبس بقى اللي هي رأسي كده يا ولاد زي ما تشايفين كده كل ما تنزل لتحت بيزيد ليه لان كل مرة عدد بيزيد تمام وطبعا القوت التجازه بأكيد بتقل فالاتم حجمها بايه بيكبر كده احنا خلصنا تعالوا بقى نشوف يا ولاد في كده اللي هارضه لك دلوقتي آآ الكلام اللي احنا قلنا ده ونشوف فعلا هل الاتوميك سايز في ال ولا بيزيد آآ في بريود وفي الجروب يلا بينا ده طبعا شكل بريديك تيبل آآ اللي احنا شفناها الحصة اللي فاتت وعرفنا هو بيتكامه من سيفن بريودز اهمة البريودز يا ولاد بريود وان بريود نومبر تو ثري فور فايف سيكس سيفن هاتي السيفن بريودز طبعا واللانس نيدز والاكت نيدز اللي احنا قلنا عنه الحصة اللي فاتت طيب طبعا احنا انتفقنا برضو ان في بريود فروم ليفت تو رايت بصوا كده ادي اهو بريود تو مسلا لسيان بريليام بورون كاربون نايتريجين اوكسجين لزاعتمك نمبر انكريز ايه انكريز فان فروم ليفت تو ايه تو رايت اليفن تولف سراتين خلاص ده اتفاق كده اني بريود زي اتوميك نمبر انكريز طيب تعالوا بقى نشوف وهنتكلم عن الالكترو نيجاتيفتي بنجابها الاول ده الريدياس تعالوا نشوف الريديس اللي احنا قلنا هنتكلم عنه دلوقتي الريديس سيمسر بصو على الارقام بصو رايتس كام وان هندرد سيفن سكستي سيفن باي كده وان هندرد تولف بصو رايتس لا والاتوميك سايز يعني ايتي سيفن سكستي سيفن بصو كل مرة ايه مستر دا الرقم عمال يقل بصو النيون وصلت لكم بصو كنا بدقين بكم كنا بدقين بوان هندرد سكستي سيفن تمام باي كوميتر اهي اليونت اهي باي كوميتر زي ما انتم شايفين اهي مشاور عليها بالموز دلوقتي كده اهي وصلت لكم في الاخر سيرتي ايت يبا الكلام ده صح يا مستر انه من اليسار لليمين ال�émonدد سايد دي جهاز هي الكتر الايتوميك سايز يقلي يا أمستر طبي يمكن يا أمستر البريول ديوا وبيتحقوا علينا بيها والباقي ايه لأ تعالوا نشوف وان هندرد ناينتي وان هندرد فورتي فايف قلت وان هنهند ايتين قلت وان هندرد الاليفن ايت ايه يا'm ониستر ده ايتي ايت سيفن تي ناين سيفن تيون بصو بردة انا بري تسريب كام ام هندرد ناينتي وناهيناها ب سيفن تيون الارغن. خلاص يا مستر ديرول بقه. يبقى اتوميك سايز ديكريز. سايز ركز في كلمة. ديكريز from left to a to right. طيب. what about it in groups? in groups we will took from up to a to down. نحن نتكلم من فوق لتحت. from up to down. what happened to the atomic size. تعالوا نشوف. 53. 167. 190. 243. 265. ده بصوا بصوا السيزيوم كم? طبعا 298. وفي سؤال give reason. الفرانسيوم يا مستر ليه ما جب ناس سيرتوب? give reason سيزيوم is the most. او سيزيوم is the biggest atomic size. ليه? السيزيوم هو اكبر اتوميك سايز مش الفرانسيوم. خلالي بقلنا مسؤال ده. because طبعا فرانسيوم is a radio active element. تمام? يعني element مشاع. هايز special study يعني ليس دراسة خاصة يا ولد. عشان كده اخرنا مين السيزيوم. بصوا بقى مش هتلاقوا رقم في البردود اكتبوا الكله للاتوميك سايز زي السيزيوم. زي ما قلنا. ومش هتلاقي رقم كده هتلاقي طبعا الفرورين هو ايه طبعا اصغر اتوميك سايز. يبقى كده عارفنا يا ولاد. اركز في كلمة اركز في كلامي قوي. اتوميك سايز الحجم بتاع الاتوم بيزيد. يعني طول ما انت بتنزل الحجم الاتوم بيزيد. مع الاتوميك ننبر بص واان ثري الفن نين. خلص انت السايز والاتوميك ننبر في الجروب. لكن في البرد لأ. في البرد في البرد لكن النمبر بعكس بعض هنا في البريد بكده يا ولاد احنا خلصنا الجزء الاول من الدرس ان شاء الله الحصة اللي جاية هنتكلم عن في هنتكلم فيها برضو في يحصلها ايه وفي وان شاء الله بالتفصيل الدرس انفوش اي مشكلة خالص يا ولاد كل الفكرة اللي انت عايزك زي ملخص كده اللي انا بقوله تبع عارف بيحصله ايه في والجروب وطبع الحصة الجاية تبع عارف بيحصلها ايه في البريدز والجروب في البريدك تيبل. اه كل التوفيق ديكم ان شاء الله ما ننساش نعمل للقناة. ونعلق اللي انت شفت الفيديو فيه التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.